أصعد الله ومساكم مشاهدين الكرام ومعلم بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد إن شاء الله توصل له برياح القوية التي ستخص الوجهة السحلية من الغرب نحو الشرق مع انتظار قدوم ارتراب جوي خلال إن شاء الله ليزداد نشاط بداية الأسبوع القادم بحول الله مرفوق بهواء بارد على كافة المناطق الشمالية قبل ذلك إذن خلال يوم الغد فالأجواز ستميل للصفاء على الوجهة الغربية والوسطى لكن على المناطق الشرقية سحب سفلة كثيفة مع بعض الأمطار المتفارقة لتزداد السحب كثافة خلال الليل إن شاء الله مع قدوم ارتراب جوي سيزداد نشاط خلال الليل إن شاء الله مع أمطار على شكل زخات بحول الله ستخص المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية لتلتحق خلال بداية الأسبوع القادم إن شاء الله على المناطق السحلية الوسطى وكذلك الغربية حتى الوجهة السحلية الشرقية جنوبا في الأجواء الستميل للصفاء عدا إذن زوابة عملية نشيطة على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الشرقي خلال ليلة اليوم إن شاء الله وخصصا صباحة الغد تقس بارد على الهضاب درجة الصف على البيض ونعمى عشر درجة على العاصمة تسعة درجة على الصحراء الوسطى ثناشتا درجة على المقياس على أقس الجنوب مما خلال الظاهرة درجة الحلقسوى خلال ظاهرة الغد إن شاء الله تبقى فصلية على الهضاب 15 درجة على الجلفة كذلك لغوات حطى البيض ونعمى ترتفع على تلمسان لتقارب 26 درجة مقايس ما بين 21 لغاية 24 درجة على طول الشارية الساحلي تنخفض على الجنوب الشرقي لتقارب 18 درجة 29 درجة للصحراء الوسطى ومنطقة الصورة أعلى مقياس على أقس الجنوب مع 27 درجة ولنت تتعدى لـ 25 درجة على تندوف بن عباس على البحر خلال يوم الغد على الوجهة الغربية فالبحث سيكون قليل اتراب حتى الرياح معتدلة بينما على المرأة الوسطى فالبحث سيكون مضطرب كثير الهيجان شرقا رياح قوية على الوسط وكذلك شرق البلاد تقارب 50 كم في الساعة غرب الشمس اليوم الغد إن شاء الله نهاية الأسبوع على مصدر العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة و 32 دقيقة أشكركم على المتابعة والسلام عليكم